ولذلك قلتلك قبل كده و أظنوا أنه فيه شهداء هنا و ألا هنا لا ده كذب و إفك كذب و إفك زي ما قلتلك كده و أفضل أقولها لغاية ما موت ده كله كذب كله كذب و بتحد أي واحد على ظهر الكوكب يقول غير ذلك هي هذه فيها و هذه فيها أعني نتحنف بعض ده حرس على قتل ليه و ده حرس على قتل ليه ده بقول لا إله إلا الله و ده بقول لا إله إلا الله و ده بيخلص على ده ده عميل و ده عميل ده و كل جهة و ده و كل جهة و أنا عندي حديثة ده نبي إذا التقى المسلمين بسيفههمة فالقاتلو والمقتولو في النار قيل القاتل يا رسول الله نعم لا يستحق لأنه قاتل فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني كان عنده عزمه و إصرار أن يقتل الثاني بس عاجز فالتاني اللي أتله يعني ده رايح مصر و عنده عزم يقتل ده واللي قبله ومصره وعنده عازم يقتل دي اللي تقتل يتقتل لعجزه لأنه كان عايز يقتل بس ما قدرش فالتنين زي بعض أنا عايز الكلام يوصل ياريت فهموه مش حد هيقدر يقوله أنا بقول لكم محدش هيجرؤ يقوله أنا بقول لكم ولذلك اوعد سده الجاد يتطلع على الشيخ بتاعها قتلانا في الجنة شهداء ويجيب آيات الشهادة ويسقطها عليه ويجيب آيات جهنم ويسقطها على الطرف التانية تانية بقى يوم يتطلع الشيخ من عنده والشهداء لنا أو كيد قال الله قال النبي ويجيب آيات الظلم والإجرام وسقطها على الطرف الثاني دول ده الجالين ودول ده الجالين دول مرتزقة ودول مرتزقة دول الشياطين بسوا على كراسي والدول الشياطين بسوا على كراسي والضحية هم المسلمين من الرجال والنساء والأطفال والرقع اللي بنيتهم التحتية بتتدمروا وأطفالهم بيموتوا واشردوا وأولادهم بتأتروا كيد لا يدري القاتل وفيما قتل هو ضرب محترامي جاب كده هاون وضرب أو أربجه وضرب ومش عارف الطلق راحة فين واحد مدني ماشي أو عربية كيت قامت دخلة فيها قتل الأسرة بأسرها الله القاتل ما كانش قصدهم لا يدري فيما قتل والمقتول مش عارف تقتل ليه أسرة قاعدة تأكلوا بتاعوا في أمان تلاب تتعشى بالليل فجأة البراميل بتاعت بشر نزلت على دماغهم الله ولا يعرفوا ماتوا لا يدري القاتل فيما قتلوا المقتول كذلك في ليبيا تلاقي مثلا البتاع القنبلة أو الصاروخ أو نازل على البيت الأول كانوا بيأكلوا المساكين ولا لهم مع هؤلاء ولا لهم مع هؤلاء لا يدري القاتل فيما ولا المقتول فيما قتل خلصته الأمة يعني بشكلها سيء عار عار على الدين إحنا 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 عار وعبئ على الإسلام إحنا اللي شوهنا صورة الإسلام بمعنى المسلمون هم من شيطنوا هذا الدين أكثر من غيره ولو دفع أعداء الأمة تريليونات لشيطنة هذا الدين ما بلغوا معشار ما فعله المجرمون من أبناء الأمة الأدعياء المرتزقة العملاء لذلك أنا عايز ركزوا معايا في المادة العلمية دي جدا وأنا أقول لكم هؤلاء تقولوا أن أنا أصد ليبيا بس أي دولة عربية مسلمة حتى لو في مصر وطائفين يطلعوا يعملوا في بعض كذا بدون الضابط اللي أذكره نا نفس الكلام نفس الكلام اسمعوا معايا جدا واحفظوا معايا عشان تعرفوا الضابط إيه أبدأ بحديث سجن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فينا القيل القاتل يا رسول الله فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه الحدث رواه بخاري فيه صحيح والعددس أيضا في صحيح الجامع برقم ربعمية ثلاثة وثمانين صحيح الجامع الصغير ومرتبة الحدث طبعا صحيح هو في صحيح البخاري طيب حكم قتال المسلم للمسلم إيه جماعة كبيرة كبيرة من الكبار واذا متفق عليه فاني ماشي معك بالترتيب نقطة نقطة يبقى قتال المسلم لأخيه بس إيه بغير وجه شرعي لو في وجه شرعي آه هبين هولا كل وقت يبقى قتال المسلم لأخيه المسلم بغير وجه شرعي مرة ثانية قتاله المسلم لأخيه المسلم بغير وجه شرعي خد بقى تحتي بغير وجه شرعي ألف خط أنا ما بحكيش قصص يا جماعة ولا كت ولا راح فلان ولا معنوا العورة راحا لا أنا ما بحكيش قصص ده علم ده علم مرة ثانية هو قتاله المسلم لأخيه المسلم قتاله المسلم لأخيه المسلم بغير وجه شرعي بغير وجه شرعي كبيرة من الكبائر العظام كبيرة من الكبائر العظام خلي بالكم معايا جدا وسبب دخول المقتول النر إيه ألا ما هو ده بيقاتل وده بيقاتل ده تأتل قلنا هو عزمه وإصراره على قتل صاحبه لكنه عجز عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه هو ده حريص وده حريص ما هو الأبود واحد يتأتل ما هو الأبود واحد أقوى من الثاني أو واحد غدر بالثاني أو واحد أمكان من الثاني أو واحد فنان في القتال عن الثاني إلى آخر هذه الأمور إنه كان حريصا المقتول ما تبرقوش ليه إنه كان حريصا على قتل صاحبه رجل الشيء وبتاعه اللعبة اللي بيحصل ده ده الإفك في الدول هنا الوقتين ده حتى عندنا أيام ما قالوا الثورة والكلام ده كان فيه حرمية فراخ وحرمية بط وكده أيامها وطع طرق ماتوا أيامها يوم رايح مقدم الإسمه بسرعة عشان يجيله بتاع الشهيد دي المنحة وإسمه يتكتب على كيت والشهيد هو حرمي بط وحرمي فراخ أو قطع طريق وبعضهم الأسف الأسف يعني أنا بقولها هو أنا اللي بقولها حصل ذاك وراء أصل الإعلام الرسمي تكلم عنه قبل كده يتحرك أقول الشهيد ما إزاي يعني إزاي إزاي أي حد بقى اسمه شهيد كده ده أنتم مرمطوا بلفز شهد الأرض حرم عليكم حرم عليكم وإزاي تبقى الأظهر ده بدي يكون موجودة الموسات الدينية تكون موجودة والدافع والذب قلنا الشهيد ثلاثة فيه شهيد الدنيا فيه شهيد الدنيا والآخرة فيه شهيد الآخرة وأنا وضحت الكلام لأبد كده ومشاعده تاني إنما الأمانة العلمية مطلوب افرط محترامي واحد واقف مع ظالم ما يعدش بقى كل اللي يموت من أطراف الظالم إنه شهيد ويقلقى اللي قوي لا يا حبيبي ما تبقىش أثفاك وكذاب كلم بضوابط شرعي وذلك قلتلكم وإي جماعة قتال المسلم لأخيه المسلم شوف بغير وجه شرعي كبير من الكبار تبقى المقتول في المر ليه إنه كان حريصا على قتل صاحب كان عنده عزم وإصرار إنه يتل بس عجز فتقتل هو خلي بالكم معي جدا لكن ده مجرم وده مجرم ده قتل وده قتل خلي بالكم معي جدا